هنروح لموضوع تاني وموضوع تاني مهم جدا وهو فوز الأهل مبارح على الانتاج الحربي أربعة الواحد طبعا فوز كبير ومهم جدا مهم في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الـ 43 وحصد البطولة الغالية دي الأهل مبارح ظهر بشكل أكتر من رائع خلينا نقول كل اللعيبة على قد المسئولية ظهرت الكل تقلق من بداية يعني بداية طبعا من شناوي حتى بواليا على فكرة يعني بواليا ومن بعده محمد شريف فريق النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كنا دائما بنتكلم هنا عن الانسجام الحاصل اللي حصل بسرعة جدا بنتكلم على التكامل أو أصبح يمكن بيشكل النهاردة الفريق دوت خطورة على أي فريق كلنا النهاردة كنا بنتفرج على الأهلي وكلنا ثقة الحمد لله أننا نقدر فعلا نحقق الفوز في أي وقت بسبب الأوراق الربحة الموجودة عندك في الفريق وفي كل مركز لما بيغيب لاعب ما بقناش النهاردة يمكن بنحس بأي تأثير يعني كبير ده ليه؟ ده لأن طبعا كل اللعيبة النهاردة تقريبا أصبحت على مستوى فني واحد كلهم قادرين على تحقيق الانتصار نهاردة موسماني كل يوم بيثبت فعلا أنه هو كان اختيار يمكن جيد جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس طبعا النادي الأهلي والنهاردة يمكن شفنا أداء ولا أروع بيقدمه وليد سليمان الحقيقة النهاردة قبل بس ما تكلم عن وليد سليمان رائعة بين اللعيبة وعلاقة قوية جدا وده واضح من خلال أداء اللعيبة النهاردة لعبت الأهلي وحبهم لي